اشتركوا في القناة لو جينا بصينا على الاهداف الشوت الاولاني خلصان 18-14 معناها ان السكور هيتطلع عالي في الشوت التاني فانا شايف ان كابتن طريق محروس المباراة دي بالذات واللعيبة مركزة بالذات اول 8 دقايق في الشوت الاولاني الفست بريك والسرعة كانت موجودة من عند النادي الاهلي استغلينا الفست بريك وده كان شيء اول مرة كانت انطرق يبدأ به بعض سبورتين لا انا شايف ان المباراة وقدت تجاهها تاني خالص تجاه السرعة مباراة مفتوحة هنشوف مباراة حلوة في الشوت التاني يمكن يعني هداف الفريق في الشوت الاول مهاب سعيد حتى 4 اهداف محصر رمضان 4 اهداف واحد النجوم ايضا او نجوم اللقاء عبد الرحمن حماية خمس تصديات منهم ضربة جزاء فاذا نيمكن تلات لعبين دول تحملوا بشكل كبير ايب التهديف وصد الكور او الدفاع مضبوط بالنسبة لطريقة الدفاع بكابتن طريق محروص مقاف الكواس قوي سبورتين بيعاني الشوت من بره وحصل بس في اربع كور من الهاف بتاعهم اللي هو مهاب بقية المباراة بيحاول يعدي او بيحاول ينزل على الدايرة كابتن طريق مقاف الكواس قوي تحت نسبة الشوت من سبورتينج من بره وليلة جدا صحيح وما وصلوا أكثر بالدايرة اه فحمايد بسم الله ما شاء الله شايل الشوت كله اللي هو من بره لانه ما عندهمش شويت من بره بمعنى صحيح انا ما شكتش الغاية بالوقت بس وعدهم مراوغة جاية يعني بيوصلوا للدايرة يعني بس التأفيل كويس يعني شايف المصري شايف مزبط دفاعه كويس قوي بيتكلم كتير رابط الاتنين اللي جانبه كويس بيعرف يوجههم لا تأفيل انا شايف كويس قوي وشايف انه حمايد في الدفاع يعني حمايد شايلهم كمان من بره يمكن يا كابتن مهاب سعيد احد الناشئين المساعدين والحقيقة النهاردة بيقدي اداء كويس جدا الحقيقة الرجل يعني مفيش رهبة مفيش خوف بيلعب النهاردة سيسا يمكن اول مبرالي بعد الاصابة برضو بيقدي اداء كويس جدا يعني يعني ما شاء الله حاس حالته البدنية جيدة حالتك شايف الرؤية دي يعني شايف لانا شايف ولا في افضل انا شايف ان قد ترى محروس تغلى طبعا عنده مهاب مهاب سعيد موليد 2002 انه الجرأة تبقى موجودة يروح 2 فاص بريك ويشوت كرتين من بره من بره 9 متر لا ده شيء كويس انا شايف ان قد ترى محروس النهاردة بشوف بكات من النادي الاهلي بتشوت من بره عندي عمر حجاج شايف كرتين من بره شايف اربع قوار نسبة التصوير بتاعته اثنين شايفتهم من بره عندي مصطفى خليل يعني عمر حجاج حط تلات اهداف النهاردة حط تلات اهداف بزبوط اه يعني اربعة من ثلاثة اربعة من ثلاثة بزبط وعندي مصطفى خليل مصطفى خليل حط هدف حط هدف وكان ماشي الملعب داخل ست قوار حط اربعة منهم اربعة منهم اربع اهداف عندي كمان ياسل سيف ياسل سيف بس فيلوتشن حصل قوي ما بين مصطفى خليل واسامة جزيري اه في الدياة 17 صحيح اه اسامة جزيري دخل وطلع مصطفى خليل اصبح عنده قوة ضاربة بره غير عادية يعني مصطفى عمر حجاج جزيري محصر رمضان وكمان الجزيري او المنازل حط هدفين حط هدفين خط ثقة كمان بالزبط كده وغير انت مشيت الملعب انا شايف فيه شكل شكل حلو للنادي الاهلي انا شايف ان المباراة هتمشي في اتجاه اللي كان عايز وكابتن ترى محروس وكابتن حبوهاب طبعا ميشو امام لا انا شايف ان المباراة شايفها مشى في اتجاه سليم طب كابتن انت تتوقع المباراة الشوت التانية تبقى عاملة زي هل هيلجأ الفرقين للتقفيل بتالي سبورتي خلاص ما عندوش اي احتمالات تانية غير لازم يهجموا يدافع قوي ويجري يعني عايز يعوض الاهلي مطالب منه يعمل اي يعني الفرقتين شايفة هتمشي المباراة زي المطالب من الاهلي يكمل بنفس السيمترية الشوت من بره الشوت من بره ده بيشاعد يبقى عندك الدوائر وده سعيدنا كتير للونجاد سواء مهاب او سيسا لا انا شايف ان الشطر من بره هيتطر خليه يطلع ولو احتاجنا ان هو قفل من بره هيبقى عنده البديل في اسلام بيعرف عد كويس طبعا خبرته ده اعتقد ان هيبقى ولشين برضو نفس الكلام ولشين ما سالكش حتى الان بس انا شاف ولشين يعني ان شاء الله ممكن احتمال كبير يدفع بيه كابتن طارق لانه مصوب من خارج نهاردة نقطة ضعف سبورتنج اكتر تسويب من خارج احنا موفقين فيه امكان هم اديهم مش طويلة قوي فبنقدر نصوب ويبقى الدنيا مفتوحة الدنيا مفتوحة بزيط طب كابتن يعني شايف يعني مين يعني هل كابتن طارق محروس محتاج يشارك دماغ جديدة في الشوت التاني ولا ممكن يكتفي يعني شايف الاستراتيجية اللي ممكن كابتن طارق محروس بحكم ان حداك طبعا متابع للفريق هل هيلجأ للبداية اذا كما بدأ الشوت الاول ولا هيدخ دماء جديدة من على البنش اللي شوت التاني هو ممكن يا عمر حجاج يخش متراحه اسلام تمام وهيبقى كسنتر هوب اه وهيبقى جزيري ومصطفى اسمه ايدا سوري محسن محسن رمضان محسن رمضان تمام دول الخط الخلف تمام الونجات الونجات انا شايف ان مهاب ماشي كويس جدا ممكن شايف ما هيسيبه طب لو حاب يطلع مهاب يعني مين شايف مين ممكن يعني مهاب مش هيشي لش ماتش كله شايف مين مهاب هنيبقى على طول بديله تقريبا سيف هاني انا معظم طب خلينا كابتن نشوف خلينا نروح لأرض الملعب قراص لحظاته تنطلق المباراة عزائي المشاهدين هنطير لصارة الأمير عبدالله الفيصل عشان نقلع حضراتكم احداث الشوت التاني الاهلي وسبورتينج من صارة الأمير عبدالله الفيصل من مقارنة الاهلي فالى هناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة